أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجود خطأ فني من الموظف المختص بالنظام الآلي تسبب في إيراد تكليف 77 موظف من قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية إلى وحدات تابعة لمكتب الوزير الوزارة في رد على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما ورد في التقرير الأولي لديوان المحاسبة أنه تم تكليف 77 موظف في الوحدات التابعة للوزير بينت أنه بعد التدقيق والمراجعة تضح أن هؤلاء الموظفين غير مكلفين في الوحدات التابعة للوزير وإنما مكلفون في قطاع شؤون القرآن الكريم حسب الضوابط والقرارات والقوانين المنظمة بموجب محضر لجنة التكليف وبموجب القرار الإداري الصادر بتكليفهم مضيفة أن الوزارة طلبت الاجتماع فورا بفريق ديوان المحاسبة وانعقد الاجتماع فعلا في الثاني والعشرين من يونيو الماضي حيث تم توضيح ذلك لفريق الديوان وتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك وقد تم تصحيح خطأ الموظف المختص في حينه